توقعات مشيل حيك 20-23 لدولة أمريكا أزمة مرتبطة بشركة تيسلا بتهدد مصيرها بمرحلة معينة هيبدأ العد العكسي بمسلسل الأحداث الخطرة بمسيرة آيلون ماسك دهشة الموسم ومحورها آيلون ماسك والصحون الطائرة والكائنات غير الأرضية وما يرتبط بها بالمشهد في ثلاثة الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته أمبر ومحامياته مسلسل القضايا والربح والخسارة من جديد والنهاية غير متوقعة بأفق عالم المال الأمريكي أسواء ومصارف نكسة مش صغيرة مش مصاري وبس حدث كبير بأمريكا بيستدعي تنكيس الأعلام نبأ بصفة عاجل بيخد عالم السوبر بول الأمريكية بانتظار عائلة كارديشيان مسلسل معقد مايل على السواد بتكتر التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء كامالا هاريس واحدة من الدعاوة ضد الرئيس ترامب أثارها بليغة الأجواء اللي راح ترافق زمن عيد الشكر بأمريكا ما راح تشبه اللي قبلها يعني هيبقى فيه أجواء غريبة جدا ضجة بالمجتمع الأمريكي حول اسم أم آيلون ماسك يعني هو أنا مش هعرف مش هل حقيق لخص كل توقعات في آيلون ماسك بتعبي عائلة كلينتون الشاشة من جديد الاعلام ما راح يرحم بنت الرئيس ترامب اللي جوزت اللبناني ابن بوليس فريق بايدن بحركة غير طبيعية بعيدة عن البروتوكول لتطويق حالة طوارئ بتصيب الرئيس إشارات ورسائل بتخلي أريا 51 على عجلة بتفتح أبوابها وملفتها على كذا موضوع وقضية تسونامي أمريكاني جارف الكلمة الفاصلة بالمرحلة المقبلة راح تكون لسيدة حديدية والقضاء الأمريكي محكمة وقضاء بيتعرضوا لاعتداء جرامي شرس بيوم راح ينشغلوا الأمريكان بتمثال الحرية العرب راح يولعوها يعني بعده بمطارح بأمريكا يعني العرب راح يولعوها بعدة مطارح هيبقى فيه مش عارف بيولعوها دي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة شخصية أمريكية إعلامية من الصف الأول بتفارق الحياة بطريقة صادمة دي كانت طاقات مش إلحيك عن أمريكا وبجه كل الاحترام والتحية لكل الجالية العربية اللي بتشوفنا من أمريكا واللي تكتبونا في التعليقات وكمان يطمنون عليهم إن شاء الله لا يحدث إلا الخير اكتبونا يعني كلمة فيها منفعة في التعليقات الله أكبر الله محبة اكتبونا اسم الله في التعليقات حتى يستفاد الجميع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشوفكم في فيديو جديد كان معكم مازل المصري